موسيقى سلام عليكم ورحمة الله حابين نحكي معكم اليوم عن الردود السنية والأذيات اللي ممكن تصير بالأسنان الأطفال بشكل طبيعي كثيري الحركة ودائما بيحبوا اللعب فمن الممكن يؤدي هذا الشيء إلى وقوعهم فبالتالي إلى كسر الأسنان طبعا كسر الأسنان فيه له عدة أنواع فمن الممكن يكون كسر بسيط وهذا الشيء ممكن ينعالجه بوضع حشوة تجميلية من الكون كسر أكثر عمق يعني واصل إلى الجزر فبالتالي من الممكن نقوم بعملية سحب عصب ثم بعد ذلك وضع حشوة تجميلية من الممكن الأسنان ما تنكسر إنما تدخل إلى داخل الفك إذا دخلت لداخل الفك وكانت أسنان لبنية فقط نكتفي بمراقبة السن يعني إذا كان طبعا دخلت بشكل بسيط وليس بشكل كامل غرزة داخل الفك أما إذا كانت غرزة بشكل كامل فمنقوم بعملية قلع الأسنان اللبنية وذلك بسبب خوفنا من أنه يصير الجزر يلتحم مع العظم وبالتالي بتصير عملية وقت التبديل جدا صعب ومن الممكن وقتها ما نقدر نقيمه طبيعيا إنما عن طريق الألع أما إذا خرج السن بالكامل من خارج الفم وكان سن لبني لا نقوم بإعادته إنما نعالج الرد ونراقب مكان حدوث الرد بشكل دوري ومن الممكن وضع طبعا حافظة مسافة أما إذا كان السن دائم فطبعا فينا نقوم بعملية اللي احنا منسميها زرع الأسنان نفس السن مناخد السن اللي ويع أصلا اللي هو السن الدائم من نطفه وطبعا منخسله ومنعيده وضعه داخل الفم ومنثبت الأسنان بشيء منسميها الجبيرة السنية يلي ممكن نساويها إما بسلك تقويم ومن يلي ممكن نساويها بالكومبوزيت اللي هي الحشوة التجميلية طبعا منتركها بمكانها مع المراقبة لفترة ما يقارب من أسبوع لشهر إذا سبت السن منراقب حيوية السن فبمعظم الأحيان بعض الأذيات تؤدي إلى تموت السن وبالتالي نقوم بعملية سحب عصب السن الدائم عنا كمان أحد الأشياء الأخرى أيضا اللي منواجهها هي الأسنان الولادية فبعض الأطفال فورا بعد الولادة تماما يبزغ عندهم سنين أو من الممكن سن واحد فالأهل بتتفاجأ أنه كيف ابني أنا ولد وفيه سنان بتمه طبعا لحنا فورا بنطمنهم من هدون أنه هي ما في أي مشكلة من الممكن أن تحدث ولكن هاي الأسنان يفضل أنه نقوم بعملية ألعى طبعا بعد 15 يوم أو لبعد شهر من الولادة منقلعها لأنه هي نفسها أصلا أسنان زائدة فبالتالي الأسنان اللبنية رح تطلع بشكل طبيعي بعمر الست شهر ومن الممكن أيضا الأسنان الولادية ما تطلع فورا بعد الولادة ممكن تطلع بعد 15 يوم لعشرين يوم وأيضا منقوم فيها بنفس العملية بها بألعى أصلا بتكون الأسنان فيها حركة جدا عالية فبالتالي قلعة بيكون بشكل بسيط جدا وفقط بمخدر موضعي بحيث ما تأثر على جسم الطفل أبدا كمان بعض الأسئلة اللي ممكن أيام كتير تواجهنا داخل العيادة واللي هي يا ترى إذا سحبنا عصب السن اللبني هل هذا الشيء بيأثر على العصب السن الدائم؟ طبعا لا أبدا ما في أي مشكلة لأنه عصب السن اللبني منفصل تماما عن عصب السن الدائم لكل منهم عصب منفرد فبالتالي إذا سحبنا عصب السن اللبني أبدا ما بيأثر على السن الدائم بل على العكس إذا كان في خراج وواصل العصب وما عالجنا من الممكن هذا الشيء يأدي إلى بزوغ السن الدائم وفي داخله نخر يعني شاهدنا حالات الأسنان الدائمة بزغت وفيها نخور وذلك السبب أنه كان متواجد خراج وما تعالج بالوقت المناسب طبعا هاي نهاية فقرتنا من حب نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا